موسيقى نشرة تاسعة عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعنوين الناطق باسم مدرية أمن الكفرة يؤكد مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة آخرين بجروح نتيجة استمرار الاشتباكات في المدينة بالأسلحة الثقيلة مجلس شورى ثوار بنغازي يؤكد مقتل عدد من قوات عملية الكرامة في محور شارع فينيسيا وطائرات حربية تابعة لحفتر تستهدف تمركزات للمجلس في شارع سنيد الوسط البلاد مكتب النائب العام يؤكد أن محكمة جناية ترابلس ستصدر غدا أحكاما على سبعة وثلاثين متهما من رموز النظام السابق من بينهم سيف الإسلام الجذافي أهلا بكم أكد ناطق باسم مدرية الأمن في الكفرة محمد خليل استمرار الاشتباكات في المدينة بالأسلحة الثقيلة وضف خليل لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة شخص سوداني الجنسية بجروح طفيفة نقل على إثرها إلى مستشفى الكفرة المركزي مشيرا إلى أن الاشتباكات بالمدينة تسببت في مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة آخرين بجروح خلال اليومين الماضيين وقال ناطق باسم مدرية الأمن في الكفرة محمد خليل في نشرة سابقة إن شخصا سوداني الجنسية نقل إلى المستشفى العام إثر الاشتباكات التي تدور في المدينة بالأسلحة الثقيلة والدبابات مضحا أن الوضع الإنساني يعد مستقرا وليس كما يشاع بأن هناك حالات نزوح للأهالي المدرية لما تدخل نهاية هذه الأحداث هي فقط تكتفي بالتواهد في بوابة الكفرة الشمالية بوابة السد هناك مساعي تبذل من أجل وقف أسباق النار وعودة الهدو إلى مدينة الكفرة وإلى الآن زالت مدينة عيش ساعات ورحظات الحرب التي انضلقت قبل أمي ويبدو أن الوضع في مدينة الكفرة لا يزال متأزما خاصة مع اندلاع اشتباكات في شوارع المدينة أوقعت أربعة قتلى حسب مصادر أمنية بعد اشتباكات كانت قد جدت الأسبوع أو تجدد جدت عفوا الأسبوع الماضي وخلفت أحد عشر قتيلا وعشرة الجرحة التقرير الآتي يرصد تطور الأوضاع الأمنية في الكفرة لم تفلح الهدنة التي أعلنت سابقا بالكفرة وطوت صفحة من العنف لم تفلح في إنهاء حالة الاحتقان ومنع تجدد للشباكات في المدينة حيث يعيش أهالي الكفرة منذ يومين على وقع أصوات قذائف الدبابات والأسلحة الثقيلة المتمركزة في نقاط التماس بشوارع المدينة الرئيسية الشباكات أدت لمقتل أربعة أشخاص في حصيلة أولية صادرة عن مستشفى المدينة العام فضلا عن عدد من الجرحة مسؤولون محليون في المدينة أشاروا إلى وجود محاولات كثيرة لوقف إطلاق النار وإعادة ضبط المشهد الأمني بعد قيام مجموعات مجهولة الهوية بعمليات قتل طالت سكان المدينة الجهود تنصب من أجل وقف إطلاق النار كل الكلام الذي يجب أن يقال بدون ما نتهم أحد بالتخوين أو بالتجريم أو كل هذا الكلام غير مجدي وغير ذا فائدة الجهود يجب أن تنصب الآن على وقف إطلاق النار وعلى تفعيل الخدمات وتقديم الخدمات للناس إبعاد المشهات العامة للدولة عن التجاذب السياسي وعن الحروب وقد جاءت هذه التصريحات في وقت دعا فيه عدد من أعيان الكفرة جميع الأطراف لوقف فوري لإطلاق النار من أجل حقن دماء أبناء المدينة وممتلكاتهم ندعو من هذا المنبر إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى تدمير القتل الأبليا وإطلاق الواحد الأبليا في منطقاتنا هذه الأطراف دائما تخرق من أطراف سواء كان من أطراف قبلة نصوية أو من قبلة التبو تطورات أمنية تطال هذه المرة مدينة الكفرة يرى بعض الخبراء أن الهدف منها هو توسيع رقعة الشبكات في البلاد لزيادة انتشار الفوضى وستتفاؤل البعض بقرب التوصل لحل ينهي الأزمة الأمنية في البلاد أكد مصدر بالمكتب العالمي بمجلس شورى ثوار بنغازي أن مقاتلي المجلس استهدفوا قوات حفتر في محور شارع فينيسيا وهو ما أدى إلى مقتل عدد منهم بحسب قوله وضف المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الاشتباكات ما زالت متواصلة مشيرا إلى قيام طائرات حربية تابعة لحفتر باستهداف تمركزات مجلس شورى ثواري في شارع سنيدل بوسط البلاد ومنطقة سوق الحشيش وشار المصدر نفسه أيضا إلى استمرار الاشتباكات العنيفة في محوري الليثي والصابري وفي سياق متصل أكد مصدر بمجلس شورى ثواري بنغازي فضل عدم الكشف عن هويته أكد انسحاب القوات الموالية لحفتر من محورة طلحية أضف المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن مقاتلي المجلس تمكنوا من تحقيق إصابة مباشرة في صفوف قوات حفتر بعد استهداف نقطة تجمع بالقرب من فندق الحديد وراء النادي الأهلي أشار المصدر إلى استهداف مقاتل المجلس لقوات الكاتبة 21 التابع لحفتر في جامعة المدينة إلى درنا حيث صيب طفل بجروح وإثر إطلاق عناصر تابعين لما يعرف بتنظيم الدولة النار على تجمع للمواطنين أمام محطة وقود في المدينة أمس الأحد وقال المتحدث باسم مجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها حافظ الضبع لقناة ليبيا لكل الأحرار إن عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة قاموا بالرماية بالأسلحة المتوسطة من مرتفعات منطقة الفتايح التي يتمركز فيها التنظيم على تجمع للمواطنين أمام محطة وقود في منطقة شيحة وهو ما أدى إلى إصابة طفل وإغلاق المحطة وما زلنا في درنا حيث تعيش المدينة ظروفاً إنسانية صعبة منذ أيام وسط انقطاع مستمر للتيار الكهربائي عن أحيائها وضحت مصادر أعلامية لقناة ليبيا لكل الأحرار أن امدادات الزيوت الثقيلة التي تحتاجها محطة توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالمدينة متوقفة منذ مدة وذلك بعد استهداف سفن النقل من قبل قوات الكرامة وهو ما تسبب في انقطاعات متكررة لكهرباء فضلاً عن انقطاع المياه عن أحياء المدينة وتكدس القمامة في شوارعها وقال ناطق السابق باسم المجلس المحلي في درنا شكر الحاسي في مداخلة سابقة إن المدينة تعاني من نقص في امدادات الوقود والمواد الغذائية إضافة إلى انقطاع المياه والكهرباء محملاً الأطراف السياسية المتصارعة مسؤولية الوضع الذي وصفه بالسيء لن يكون هناك حل أكيد إلا إذا كان هناك توافق والخروج بليبيا من المأزق الذي تعيشه بالتوافق والوصول إلى حل والتنازل والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف وحتى يستطيع الناس أن يعيشوا في أمن وفي سلاك خطر تنظيم ليس له خطر كبير لا يشكل خطر كبير على المدينة أظن أن إذا كان هناك تعاون مع المناطق المجاورة بين درنا وبين المناطق المجاورة سيتم القضاء على التنظيم نهائياً أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي أن المدينة تشهد وضعاً أمنياً مستقراً منذ توقيع اتفاق الهدنة بين ممثلين عن قبيلتي أتبو وطوارق وقال الخيالي لقناة ليبيا لكل الأحرار إن الأنباء المتداولة بشأن إغلاق مركز سبها الطبي بسبب نقص الكوادر الطبية غير صحيحة مؤكداً أنه لن يتم إغلاق المركز باعتباره أحد المرافق الطبية المهمة التي تقدم خدماتها لسكان المدينة وما حولها وأشار الخيالي إلى أن وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ الوطني تعهدت بتوفير كافة احتياجات المركز في الأيام القادمة قال المتحدث باسم اللجنة المشكلة من أعيان ونخب مدينة سبها ناصر مسعود إن اجتماع اللجنة مساء أمس شهد حضور جميع مكونات المدينة الاجتماعية وأشار مسعود في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار إلى أن عدد الأعضاء وصل إلى 68 عضوى مضيفاً أن اللجنة ستقوم بإنشاء خمس لجان فرعية مهمتها التواصل ومتابعة عمل المؤسسات الحكومية في المدينة ونوه مسعود إلى أن الرجنة ستناقش مساء اليوم تشكيل قوى مساندة لمدرية الأمن كشف ناطق باسم المجلس التباوي موسى ترسي أنه قد حدد الخامس عشر من أغسطس المقبل موعداً لعقد جلسة المفاوضات النهائية بين قبيلتي أتبو والتوارج لوضع الترتيبات النهائية لحل النزاع في المدينة وأضح ترسي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المدة الماضية شهدت تقدماً في المفاوضات بين الطرفين برعاية مجلس أعيان وحكماء ليبيا مضيفاً أن جلسة المفاوضات المقبلة ستركز على آلية سحب التشكيلات المسلحة من المدينة وإرجاع الإدارة المدنية إليها أكد ناطق باسم مكتب النائب العام عبد المنعم الهوني أن محكمة الجنايات ترابلس ستصدر غداً أحكاماً على سبعة وثلاثين متهماً من رموز النظام السابق من بينهم سيف الإسلام الجذافي وضف الهوني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المتهمين السبعة والثلاثين يواجهون تهماً عدة من بينها المشاركة في قتل الليبيين إبنى ثورة السابعة عشر من فبراير والتحريض على القتل والإبادة الجماعية وجرائم أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري تتجه أنظار كل الليبيين يوم الثلاثاء إلى محكمة الجنايات ترابلس حيث ستصدر أحكاماً وصفت بالنهائية بحق سبعة وثلاثين من رموز النظام السابق القضية التي تحمل الرقم ستمائة وثلاثين ستكون أحكامها غير قابلة للاستئناف حسب ما أكد مكتب النائب العام كما أنها ستشهد حضور جميع المتهمين بستثناء سيف الإسلام القذافي الذي حضر آخر جلسات هذه المحكمة عبر نظام الذائرة المغلقة بالفيديو من الزنتان في السابع والعشرين من شهر إبريل العام الماضي رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور أوضح أن الحكم على نجل القذافي سيكون غيابياً وأن المحاكمة الخاصة به ستعاد بمجرد مثوله أمام المحكمة بطرابلس وفقاً للقانون المتبع الصور أكد أيضاً أن عدداً من الشخصيات مثل البغداد المحمود آخر آمين لما يعرف باللجنة الشعبية العامة ومحمد إبراهيم المسؤول البارز في نظام السابق تواجه إضافة إلى تهم القتل العمد والتحريض تهماً أخرى مستقلة تتعلق بفساد مالي حكم محكمة الاستئناف لن يكون آخر حلقات المحاكمة إلا إذا تحصل المتهمون على حكم البراء هذا ما جاء على لسان رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الذي أفاد بأنه يحق للمتهمين إن صدر بحقهم حكم الإعدام أن يطعنوا في الحكم أمام المحكمة العليا والتي تختص بدراسة الإجراءات القانونية التي شهدتها المحاكمة ومدى صحتها ليكون تصديقها على الحكم بداية عرضه أمام رئيس الجهة التشريعية في البلاد ليقوم بالتوقيع عليه أما في حالة حدوث طعن في الحكم فإن المحكمة العليا ستصدر أمرا بإعادة محاكمة المتهمين استبعدت وزارة الخارجية البريطانية شن غارات جوية ضد مواقع ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا ردا على هجوم سوسا في تونس الشهر الماضي ونقلت صحيفة The Guardian البريطانية عن متحدثة باسم وزارة الخارجية قولها إنه ليس لدى بريطانيا خطط لشن ضربات جوية على ليبيا وهي تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين لدعم الليبيين لمواجهة الجماعات الإرهابية أضافت المتحدثة البريطانية أن الأولوية بالنسبة لبريطانيا الآن هي لدعم التقدم نحو وقف لإطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة والتوصل إلى تسوية سياسية دائمة في ليبيا وقد شهدت بعض المواقف الدولية تجاه الأزمة الليبية تطورا بين من يؤكد أنه بصدد إعداد خطة لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة داخل البلاد ومن يشدد على ضرورة النظر في إمكانية فرض عقوبات في إطار قرار من مجلس الأمن الدولي على كل من يهدد السلم والاستقرار في ليبيا التقرير الآتي يستعرض بعض هذه المواقف في مؤشر على ازدياد حالة القلق إزاء تطورات الأوضاع الأمنية في ليبيا وتعثر التوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف تغيرت مواقف بعض الدول الكبرى تجاه هذه التطورات الموقف البريطاني أخذ منحا أمنيا حيث قال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن بلاده بصدد إعداد خطة لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة داخل ليبيا كاميرون أضاف أنه من الممكن إرسال مختصين بريطانيين إلى ليبيا لمساعدة السلطات في ضبط الأمن وتدريب القوات المحلية لمواجهة عناصر التنظيم تصريحات كاميرون فسرها مراقبون بأنها تلميحات لتدخل بريطاني في ليبيا غير أن الخارجية البريطانية سارعت باستبعاد ذلك وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية أنه ليس لدى بريطانيا خطط لشن ضربات جوية على ليبيا وأن الأولوية بالنسبة إليها هي دعم التقدم نحو وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة والتوصل إلى تسوية سياسية مستقرة في البلاد من جهتها أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تواصل النظر في إمكانية فرض عقوبات في إطار قرار مجلس الأمن على كل من يهدد السلم والاستقرار في ليبيا وأوضح الناطق باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أن بلاده تشاطر قلق الاتحاد الأوروبي إزاء تصرفات بعض الأطراف الليبية التي تسعى إلى تقويد السلام في البلاد مواقف دولية ولئن حملت في طياتها تهديدات باستهداف كل من يحاول عرقلة المساعي السياسية إلا أن هناك من يعتبر أنها ستجبر كافة الأطراف على الجلوس على طاولة الحوار وتقديم تنازلات لإخراج البلاد من أزمتها التي تعيشها بحث وزير الخارجية بحكومة الأزمة محمد الداري مع وزير الخارجية المصري سامح شكر اليوم الأثنين بحثات طورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا في أعقاب التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق الصخيرات وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن الجانب المصري أكد خلال اللقاء على ثوابته المتعلقة بدعم الشعب الليبي وجهود المبعوث الأممي برناردينو ليون وأهمية استمرار الجهود الدولية لضمان توقيع باقي الأطراف الليبية على الاتفاق كما أكد على سرعة تنفيذ المجتمع الدولي لتعاهداته بالضغط على ما وصفها الأطراف التي تعرقل العملية السياسية وتصر على الاحتكام للسلاح لفرض رؤيتها ومواقفها بحسب تعبيره وينضم إلينا عبر سكايب من الإسكندرية رئيس اللجنة التحضرية لميثاق الشرف الوطني خالد الشارف سيدة شارف كيف تقرأ موقف كل من بريطانيا والولايات المتحدة تجاه ما يحدث في ليبيا السلام عليكم في البداية وعليكم السلام وأهلا وسهلا بكل مشاهدينكم الكرام وإذا عادكم سرما الموقرا الحقيقة في العاون الأخيرة نحظنا أن هناك بيانات أوروبية ببعض التصريحات أن هناك عقوبات وأن هناك تدخل عسكري لداعش وأن هناك عقوبات لمن لم يوقع على هذه المسودة للحوار وأيضا البنك الدولي أصبح الآن يهدد بوحدة ليبيا هناك يا أخي الكريم وكل المشاهدين هناك عبث سياسي في ليبيا سيوصل الدولة الليبية إلى أزمة حقيقية في المدة القادمة وهذا ما يستشف من كل المحاور التي نراها على أرض الواقع فالمشهد الليبي الحقيقة في هذه الفترة مشهد غريب غير واضح هناك تعتيم مطلق من كلا الجانبين أو الخصومات السياسية سواء المنطقة المردنية بالتساؤل تحديدا سيد الشارف حول المواقف الدولية من تطورات الأوضاع في الداخل الليبي وليس حول ما يجري داخليا تحديدا نعم نعم أنا قلت لك أن هناك تصريحات أوروبية بفرض عقوبات لمن لم يوقع الحوار وأيضا هناك تلويحات لتدخل عسكري بريطاني لليبيا رغم انفاء هذا الخبر ولكن اليوم كل الصحف البريطانية تؤكد على تدخل أو هناك أيضا تدخل على ليبيا ما جدية التلويح بفرض عقوبات على من يهدد السلم والاستقرار في ليبيا مع تكرارها في أكثر من مناسبة دون اتخاذ أي خطوات عملية في هذا الاتجاه نلاحظ أن هناك تسلسل تصريحات لاحظناه لو سيادتكم تلاحظون كل التصريحات على دولة العراق السابقة بنفس السياق هناك سياق معين تكتيك معين في التصريحات وأعتقد لن تغيب التدخلات لأن هناك فعلا تلويحات خطيرة جدا أيضا على الصعيد المالي هناك اليوم تصريحات خطيرة أن البنك الدولي يهدد وحدة ليبيا طيب هل تعتقد بأن مثل هذه التهديدات قد تجبر الأطراف المتصارعة في ليبيا على ترك خلافاتهم جانبا وتوصل إلى حل سريع للأزمة القائمة في البلاد نعم نعم وهذا ما نرجوه من كل الأطراف السياسية وكل الخصومين السياسيين الجلوس على طاولة الحوار وفك هذه العقدة التي ستؤدي إلى الدولة الليبية فعلا إلى انهيار تام كامل ونتمنى من الله ذلك في العاجل إن شاء الله من الإسكندرية رئيس اللجنة التحضيرية لمثاق الشرف الوطني خالد الشارف شكرا جزيلا لك التاسعة ما زالت متواصلة مشاهدين وفيها بعد فاصل مهرجان السلام والأمان لفن قيادة السيارات بيترابلس لتأكيد ضرورة ممارسة بهذا النوع من الاستعرضات في أماكن تتوفر فيها كافة إجراءة السلامة الناطق باسم مديرية أمن الكفرة يؤكد مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة بجروح نتيجة استمرار الاشتباكات في المدينة بالأسلحة الثقيلة مجلس شورى ثوار بنغازي يؤكد مقتل عدد من قوات عملية الكرامة في محور شارع فينيسيا وطائرات حربية تابعة لحفتر تستهدف تمركزات للمجلس في شارع سنيد الوسط البلاد مكتب نائب العام يؤكد أن محكمة جناية ترابلس ستصدر غدا أحكاما على سبعة وثلاثين متهما من رموز النظام السابق من بينهم سيف الإسلام القذافي أهلا بكم مجددا في التاسعة قال مدير إدارة صندوق الموازنة والأسعار أو قال مدير صندوق موازنة الأسعار بحكومة الإنقاذ الوطني جمال الشباني إن البلاد مقبلة على أزمة دقيق مخابز مطلع الشهر القادم وأضح الشباني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الشركات ومصانع الدقيق امتنعوا عن التعاقد أو تجديد التعاقد مع الدولة بسبب تأخر الحكومة في دفع مستحقاتهم منذ العام الماضي وأشار مدير إدارة صندوق موازنة الأسعار إلى أن دوان المحاسبة طلب من حكومة الإنقاذ عدم التعاقد مع أي جهة ما لم تتوفر السيولة اللازمة مؤكدا أن الحكومة طلبت عدة مرات من مصرف ليبيا المركز توفير السيولة لسداد الديون ولكن المصرف لم يستجب بحسب قوله نظمت الإدارة العامة للأمن المركزي مهرجانا للسلام والأمان لفن قيادة السيارات في إحدى ساحات العاصمة طرابلس لترسيخ عادة لدى من يستهويهم الاستعراض بالسيارات أن لهذه العمليات الخطيرة أماكن مخصصة تتوفر فيها كافة إجراءات السلامة التقرير التالي ينقي الضوء على هذا المهرجان عجلات مططية هنا وهناك درجات نارية تقوم بحركات استعراضية عشرات الشباب اجتمعوا في هذه الساحة معلمين انطلاق مهرجان السلام والأمان لفن قيادة السيارات مهرجان أراد المقائمون عليه أن يبحثوا رسالة إلى الشباب المفادها أن ممارسة هذا النوع من الاستعراض يجب أن يكون في أماكن مخصصة تتوفر فيها كافة إجراءات السلامة حاولنا تمس هذه الظاهرة في الطرقات العامة وفي الساحات العامة وحاولنا استغلالها في ساحة خاصة تحت أنظر وتحت شرعية الدولة وبحماية تامة وبتوفير سبل الأمن والأمان كذلك كسب وقت فراغ الشباب الليبي الذي عانى من ويلات حروب متواصلة بالتشجيع والهوتفات العالية بدأ سائق هذه السيارة في استعراض مهاراته التي جلبت انتباه من حضروا هنا لمشاهدة فاعليات المهرجان والله بالنسبة للفكرة هذه تمام في تمام ما شاء الله قلنا عرتها من قبل وكان زمانة وانا ما فيش وكان سترقو فيه لا شيء بالنسبة للتدارة ممتازة جدا الله ملك الحمد ونسى الله أنه كل يوم فيه تدارة زي التدارة باش تلمى الشباب والشباب باش تفرح وتغير لهم جوهم وان شاء الله كل مرة من خير إلى خير هذا المهرجان الذي نظم برعاية الإدارة العامة للأمن المركزي يعد حسب منظمها الأول في سلسلة مهرجانات ستقام شهريا في طرابلس كخطوة أولى نحو تأسيس ناد رياضي لسيارات ينظم عمليات الاستعراض التي تسهي الكثير من الشباب ومباشرة إلى التذكير بالعنوين الناطق باسم مديرية أمن الكفرة يؤكد مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة بجروح نتيجة استمرار الاشتباكات في المدينة بالأسلحة الثقيلة مجلس شورى ثوار بنغازي يؤكد مقتل عدد من قوات عملية الكرامة في محول شارع فينيسيا وطائرات حربية تابعة لحفتر تستهدف تمركزات للمجلس في شارع سنيد الوسط البلاد مكتب نائب العام يؤكد أن محكمة جنايات طرابلس ستصدر غدا أحكاما على سبعة وثلاثين متهما من رموث النظام السابق من بينهم سيف الإسلام القذافي ختم النشرة دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر